بالأشك أن ترجمة القرآن تحديداً تحتاج من المترجم صفات معينة يجب أن تتوفر فيه من أجل أن يترجم يعني كلام الله عز وجل ما هي هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في مترجم القرآن تحديداً عن غيره من المترجمين طبعاً أولاً وهو مشترك مع جميع المترجمين المعرفة اللغوية بكلتاً اللغتين على مستوى متقدم جداً العلم بعلوم القرآن وأنواعها أيضاً العلم بالقضايا القرآنية الحساسة قضايا عقدية قضايا في التشريع قضايا في الأحكام الوعي السياقي عليها أن يعي سياق التنزيل وأيضاً سياق الذي ستصدر فيها الترجمة وأنت تحدثنا يا دكتور هذا غلاف لترجمتك الزهراوان وهذا أيضاً ترجمة معاني الثلث الأول لعلك تحدثنا بإلمامه عن هذين الكتابين طبعاً خلال عملي في مجمع الملك فهدي طبعة مصحف الشريف مشرفاً على وحدة اللغات الأوروبية كأن عملنا يتطلب مراجعة الترجمات ما الحاجة إلى الترجمة أصلاً؟ سؤال جميل ويطرح خاص إذا علمنا أن هذه الترجمة هي إلى اللغة الإنجليزية فهناك حوالي 140 ترجمة حالية موجودة إلى اللغة الإنجليزية والسؤال حقيقي ووجيه لماذا نحتاج إلى ترجمة جديدة مع وجود هذه هناك معايير إذا ما وضعنا معيار مهم جداً وهو السلام العقدية نجد أن تتساقط هذا الرقم وقد ينحصر في ترجمتين أو ثلاث ترجمات يعني سليماً من ناحية الميزان العقدي وثم نأتي إلى هذه الترجمات وننظر فيها نجد أنها صدرت في عصر سابق كانت الحاجات المعرفية للمتلقي وتساؤلاته والشبهات التي في ذهني غير الحالية مختلفة تماماً عن ما يحدث اليوم متى أحدث ترجمة دكتور القرآن؟ موجودة يعني باستمرار تظهر يعني إلى 2022 يعني في ترجمات تظهر باستمرار يعني نتحدث عن ثلاث ترجمات سنوياً يعني إلى اللغة الإنجليزية تحديداً تظهر والسبب في ذلك أن القرآن هو ما يمثل الشخص فهو يريد أن يظهر القرآن بما يمثله